موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة متميزة من برنامج بيت القصيد ضيف حلقتنا شاعر حظيت أعماله الإبداعية بدراسات نقدية واختير بعضها للمقرارات الدراسية في المملكة العربية السعودية له تجربة شارية متفردة استطاع من خلالها أن يحافظ على جمال الشعر العربي ورقيه في وقت نال فيه مجداً ورفعة على المستويين السعودي والعربي بشكل عام فحقق الكثير من الجوائز ودعي إلى الكثير كذلك من الأنشطة الثقافية الكبرى مشاهدين اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر سكايب من السعودية معنا الشعر الكبير الأستاذ حسن الزهراني حللت أهلاً ونزلت سهلاً أستاذ حسن في بيت القصيد مرحباً بك يا كالله أستاذي وأنا كل شكر وامتنان الحقيقة لهذه الاستضافة شكراً أن أكون معك وأنت الشاعر القدير والإعلامي النبيل الذي نعتز به أنا في غاية السعادة والامتنان أن أكون معكم وفي هذه القناة العريقة التي يعتز أي شاعر أن يظهر من خلالها وأن يكون له شرف أن يكون له لقاء فيها الله يحفظك نحن ومن يتشرف الله أستاذ حسن طبعاً مشاهدين الكرام لشاعرنا الكثير من الأعمال والمنجزات الأدبية والشعرية منها قطاف الشغاف وريشة من جناح الذل وما لم تقوله الجفون وأعبر سم التوجس وتلكم على سبيل المثال الحصر حياك الله أستاذ حسن مجدداً وأنت شاعرنا السعودي الكبير والمتميز كثيراً في البداية حدثنا عنك قليلاً في حدود ما تحب أن نعرف فنحن نشرف بالكبار كما تعلم ونسعد حين نجدهم يقدمون أنفسهم بأنفسهم فهو ما الأقدر على ذلك من حفظاً لمكانتهم ورفعة المنزلة بالتأكيد تفضل أستاذ حسن الشكر لك يا سيدي هذا كرم منك أنا إن أردت أن أعرف نفسي سأقول لك وللمشاهدين أنا لا أنالي يا سلام نسمة شاعرية تموسق نبض الورد في وله المعنى أنا لا أنالي نسمة شاعرية تموسق نبض الورد في وله المعنى وتسمو بأرواح المحبين كلما تأوها نعي الليل من شجن المغنى يا سلام أنا لا أنالي كلما مر غيمة أطلت على الأبيات من نبضها لحنة وما أشرقت شمس على الكون قبل أن توشحها روحي بإلهامها الأسنى أنا كل مكنون من الكون لم يكن وما كان من كنه الكائنات لا يفنى يا سلام أنا كل مكنون من الكون لم يكن وما كان من كنه الكائنات لا يفنى الله الله أسبح بسم الله أبسط مهجتي لخطوة الحيارة في متاهاتهم عظنة يا سلام أسبح بسم الله أبسط مهجتي لخطوة الحيارة في متاهاتهم عظنة أنا مؤكرم بها من سيرة ذاتية تفتتح بها هذه الحلقة أستاذ حسن ما شاء الله عليك يعني تبشرنا بحلقة مميزة وأنت كذلك ولا شك إذا أراد الشاعر حسن الزهراني تلخيص تجربته الشعرية بمجموعة قيم إنسانية حققها ماذا يقول في هذا الجانب والله يا سيدي أنا أهديت للشعر مقطوعة ربما تجيب على سؤالك بصورة أكرب يا سلام إلى الشعر حيث الشعر هذب مهجتي الله وزكى فؤادي بالمحبة والطهر وموسق أنفاسي تغاريد بهجة ونبضي حروفا من شفافية العطر إلى الشعر إلى الشعر حيث الشعر طار بخافقي إلى ملكوت النور من حيث لا أدري وطار بإيماني إلى الشك عائدا بشك إلى الإيمان في ومضة الفكر إلى الشعر يا للشعر من كائن سمى عن الوصف ما بين الحقيقة والسحر إلى الشعر لا تستغرب إن منحته وفائي فإن الشعر أجدر بالشعر يا سلام إلى الشعر حيث الله أكرمني به فلله عرفاني وما طاب من شكري هذا عن الشعر وما يحمله من قيم إنسانية سامية ونبيلة وجليلة وتستحق أن تنشر وأن ينادي من أجلها كل الشعراء لكن بشكل صريح عن القيم التي يفضل الشعر حسن الزهراني أن يقرأها في نصوص غيره وفي نصوصه أن تظل حاضرة الشاعر الحق من صحة نواياه وبثت الحب والإحسان كفاه العدل والصدق والإخلاص ديدنه يهوى المبادئ في الدنيا وتهواه ويتق الله في سر وفي علن يا سلام وتعطن الطهر بالأبيات نجواه ترى محياه حياً في قصائده وتقرأ الشعر عذباً من محياه الله عليك ترى محياه حياً في قصائده وتقرأ الشعر عذباً في محياه والشعر يبدو جلياً في تعامله ويغمر النفسه نور حين تلقاه الله يشدو يشدو وآلام كل الناس تؤلمه وجدول الحزن يسري في حناياه وليس في قلبه للحقد متسع وانحماه مولاه من أطماع دنياه يلقي على حزنه صبراً فيلجمه وتنضغ الدمعة الخرساء عيناه تمزق الظلمة في الظلماء يسراه وتزرع الفجر بالأحلام يمنعه يمد جسر الأمان فوق مهجته وعندما نبلغ الآمال ننسعه ونشرب الشعر في أقداح لوعته وتزدري شهده الرقراق أفواه يسعى لإسعادنا في كل قافيته الله الله عليك وخافق الشاعر الحيران أشقاه يسعى لإسعادنا في كل قافية وخافق الشاعر الحيران أشقاه إن لم يكن هذا فهو ليس الشاعر يا أسلام الله إنك لم تعد الحق قيد أنملا أستاذ حسن ما شاء الله عليك أستاذ حسن تعلم أن الشاعر الحقيقي صاحب ألم ومعاناة والشاعر المتميز هو ذلك القادر على تخليق الإحاءات وتقمص ألم الآخر والكتاب كذلك بلسان معاناة الآخرين تعليقك على ذلك أنا ما كتبت الشعر كي أسمو به وحدي يا أسلام وأترك للهموم ضحية إني سأمسح دمعة الباكي إذا سالت بكف بالوداد نقية الله سأدوزن الأوجاع سأدوزن الأفراح فوق مواجعي وأزفها للعاشقين هدية هكذا يا سيدي رسالة الشاعر واهتمامه بمواجع الكون من حوله وأن يكون رسول محبة وسلا حسنت كثيرا لكن يتساءل كثيرون دائما وعادة أستاذ حسن يعني ما الحكمة الحكمة من الشعر العربي وما يضيفه إلى واقعنا الإنساني حدثنا عن هذه الحكمة الإنسانية من الشعر قبل أن تتطرق إلى الشعر في إطاره الفني إن كان لك من إضافة في هذا الجانب هو الشعر سر الله فينا يصوغنا ملائكة من نوره نتشكل يا سلام يطهرنا بالحب يسمو بنمضنا فنحياه وحيا بالشذا يتنزل وندعو به كل القلوب لسعدها ونذروه في الأرواح عطرا فتثمل ونركي به كل العقول فترتقي وبالوعي في سمك النهى تتبتل يا سلام ونخترق المحسوس يغدو مجازه براقا به فوق المدى نتجول الله ألم ترى خير الخلق أهداه بردة فنال سموا فوق ما يتخيل السلام عليك وقاز بروح القدس أسأل حروفه إذا اتسقت في نبضنا تتسمبل إذا اتسقت في نبضنا تتسمبل ما شاء الله عليك أستاذ حسن أسألك فتجيب شعرا كما لو أنك تقول للمتلقي حاول أن تلتقط ضياء المعنى والأفكار التي تعبر عني وعن إجابتي التي أود أن أنقلها إليك ولكن بلغة الشعر حاول أن تأخذ من الضوء ما تشتهي عينك حتى تبصر النور الذي تستحق أحسنت كثيرا أستاذ حسن وما زلنا متواصلين معك ولكن أريد منك الآن إجابة واضحة سلسة بسيطة تصل إلى كل المشاهدين الكرام عن الأخلاق النبيلة التي للأسف بدأت تتلاشى لكنها حاضرة في شعر حسن الزهراني كيف يمكن للشاعر أن يصنع مساحة تفرده في ذات الوقت يحافظ أيضا على القيم والأخلاق الحسنة يا سيدي الشعر رسالة محبة وسلام نعم كما قلت سابقا تفضل أنت أنت عندما تكون في بسمة طفل في دمعة ثكلة في فرحة عيد يا سلام في حزن أسير تكون هنا الشاعر الحقيقي أنت هنا تستطيع أن تعيش في مجتمعك وتعبر عما يدور في هذا المجتمع إذا الشعر لم يلي إلى كل قلب وإلى كل روح وإلى كل دمعة وإلى كل زفرة فأنا أعتقد أنه أسميه من يعني فيه مشكلة بالحالة هيكون نعم هنا يا سيدي الشقة الآخر من الإجابة تفضل لا يمنع الشعر أنا كثير ما أسأل حول هذه القضية نعم كثير من الأصدقاء والزملاء عندما يرون بعض النصوص تنشر مثلا سواء في وسائل التواصل أو في مناسبة أو في يقول تخيلنا أنك عندما وصلت إلى هذا المستوى وقرأنا لك القصيدة الفلانية والقصيدة أن أنك كان المفترض أن تكون تبني على هذا ويصبح يا سيدي أنا لا أبحث عن مجد في الشعر أنا عندما أكتب لي وللشعر ولعشاق الشعر أكتب أو يكتبني الشعر أحسنت ربما كان من يناقشك يتحدث عن فكرة المذهب الشعري لكنك تتحدث عن عمق الفكرة وسلاستها بالوصول إلى مستحقها غير المذهب هو يتكلم عن المستوى هناك صاعد تقرأ وتقرأ قراءة نقدية ويقول لها تكون عالية يعني لا أستطيع أن أكون عن نفسي أن القصيدة عالية من ناحية فنية فنية نعم ثم يأتي تأتي قصيدة فالحقيقة أجد بعض التساؤلات لماذا هذه القصيدة أقول أنت تستطيع أن تجمع بين الحسنيين أحسنت أنت ما خلقت ما خلقت أنا وأنت لأن نكون أو لنبني كما قلت أنا يعني ما كتبت الشعر كي أسمو به وحدي وأترك لي الهموم بالضحي القضية قضية أن يكون الشاعر ذو رسالتين أحسنت الرسالة الأولى الإنسانية وهي الأولى وأجدر ولينا جميع الرسالة الثانية هي الفن الشعر واحترام الشعر والمحافظة على أن يكون للشعر قيمة سامية وعالية بحيث لا نهدط به إلى أقل مما ينبغي فيصبح الشعر عبذا أنا أعتقد أن الشعر بإمكانه أن يبني تجربته أن يبني تجربته من خلال ما يستطيع من كراءة سواء في المجال الأدبي والثقافي والشعري أو في المجالات الأخرى وبالتالي يبني المستوى الذي أو يبني التجربة على الطراز الذي يريد بينما الجانب الآخر الذي هو الأهم يجب أن يكون عاد ولأن القصيدة دائما تعيش حالة من التفرد مع حسن زهران نريد قصيدة جديدة تتفضل علينا بقراءتها أستاذ حسن تفضل نحن نستمع إليك ن سي إن يا سلام ما هذا العنوان الغريب والعجيب لا وبعدين أريد براءة اختراع من هذه القصيدة إذن القصيدة ستترجم عنوانها لا شك في ذلك تفضل أيها الإنسان يا من طمس الواقع ظنه أنت سين بين إنين وإن السين للمجهول جنه يا سلام في قائدتنا سين للمجهول دائما طبعا أيها الإنسان يا من طمس الواقع ظنه أنت سين بين إن وإن السين للمجهول جنه كيف تحيا في دج المجهول مجهولا بروح مطمئنة أين تمضي أيها المجهول فالمجهول أرخى في دروب الأمل المسجور أضعاف الأكنه ورما قبلك أنه ورما بعدك أنه أنة في ساعة الميلاد إشفاقا من الآتي وعند الموت تأنيبا على التفريط أنه يا سلام أنة في ساعة الميلاد إشفاقا من الآتي وعند الموت تأنيبا على التفريط أنه أيها المنسوس من جنات عدن كيف نسنست سنة الأنس وأسنت رحيق العقل بالنسيان نسست سنية العمر إخفاقا وأسلمت النهى في جنح وعي للأسنة فتأمل زفرة الغيب بأطراف الأعنة حين أبدى باهر الحلم لعينيك بثوب الزيف سنة وترجل عن جواد الغابر المسرج بالوهم وأفكار مسنة وأعر للوعي عقلك وأجر بالنبض قلبك يا سلام وأعنب بالطهر فجرك وأعد هذا الذي سطرت من وحي جنوني للأجنة وأعد هذا الذي سطرت من وحي جنوني للأجنة حتى لا تخلص وشكرا العفو منك دائما لابد أن الرسالة وصلت من يستحقها ومن يتابع مثل هذه اللغة العالية بشغف متواصل بعد هذه تفضل نسي إن يا ستادي طبعا هي الإنسان أنت لو لو فككت كلمة إنسان نسي إن لو وجدتها إنين بين وبين هسين فمن هذا من هذه الالتقاط التي ربما لم يرتفت إليها أحد أحسنت كثيرا أخذت هذا العبوان وأخذت هذه القصيدة وهي فعلا يعني عندما تجد الإنسان يمر بين أنتين في البدء وفي النهاية كما قلت أنت في ساعة الميلاد إشفاقا من الآتي وعند الموت تعنيبا على التفريط فيجب ما دمت بين أنتين أن تشعل هذا المدى جمالا وحياة وشعرا ومحبة ولطفا وعطفا وكل ما تستطيع أن تقدمه لمن حول هذه الرسالة الأسمى وهذه العبادة الأنبل التي هي أولى وأكبر وأجل من كل العبادة صدقته الله أستاذ حسن ما أعلاها من قيمة وما أغناها من نصيحة هذه التي تتفضل علينا بها أكيد متواصلون معك أستاذ حسن الزهران الشعر السعودي لكن محتاج استراحة قصيرة مشاهدين الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل بقوا معنا عودة حميدة لنا ولكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وهذه الحلقة رفقة الشعر السعودي الكبير الأستاذ حسن الزهران أستاذ حسن دعني أذهب إلى سؤالك بشكل مباشر يعني يرى بعضهم أن القصيدة العربية على أغلب الانتاج المعاصر تعيش حالا من إضمحلال التجربة وربما الإغراق في الغموض غير القابل للتفسير أو هو الغموض الخالي من قرينة تفسره ما سبب هذه المشكلة هل من علاج ما هذا إن كنت تسلم بوجودها مثلا وتقف إلى رأي أو إلى جانب أصحاب هذا الرأي ربما كان لديك رأي آخر تفضل يا سيدي أشكرك أولاد بالنسبة ل فعلا يعني هي ليست ليست طاغية بالشكل الكبير لكنها ملاحظة ونراها جميعا نعم سأقول لك من وجهة نظري لماذا تفضل لدينا لدينا سأقول بكل فخر في وطن العربي جيل من الشعراء المبدعين الذين استطاعوا أن يكتبوا في القصيدة العمودية أو أن يبدعوا في القصيدة العمودية التي هي الأصعب فأنا عندما أقول القصيدة العمودية أتحدث عن القصيدة الأعلى والقصيدة الأشد والأكثر صعوبا أحسن فبالتالي ستجد في الثروع الأخرى سواء قصيدة التفعيل أو ما نسمي قصيدة النثر أو الخاطرة أو الومضة أو كما تسمى ستجد يعني هناك يعني الأمر لكنني أقول ونحن نعتز بهذه التجارب إلا أن بعضها جنح إلى الغموض لماذا؟ نعم أو إلى الخروج عنه كما قلت أنت لم يستطع الشاعر أن يبني له أو يصنع له تجربة أو قاعدة ينطرق منها ليصل إلى لماذا؟ لأن معظم الشعراء تأثروا بالنقد وبدأ كثير من الشعراء المبدعين الذين لديهم الجمال الخارق بدأوا يكتبون للنقد عندما تتوجه أنت بقصيدتك وتبدأ ترقب ماذا سيقول حسن عن قصيدتك وماذا سيقول فأنت هنا تبرمج نفسك وتقتل نفسك وتعود إلى أن تكتب شيئا ربما أنت بنفسك لا تعيه يكتب ما يراد له لا ما يريده وهنا يكمل ربما الفرق نعم هذه قضية حقيقة هي التي ربما أشكلت على الشعراء وبدأوا يركضون خلفها ويتركون ما لديهم أنا أقول والله يا سيدي أنا فخور جدا بالتجارب العربية التي أسمعها وأراها وربما نقول أن المسابقات ومن ضمنها يعني ما يدور الآن على مستوى الوطن العربي أبرزت شعراء كانوا في الظل ووجدنا تجارب لم نكن لنصل إليها أو لنسمعها إلا من خلال هذه المسابقات صحيح هذا تقريبا وجهة نظر وربما يكون هناك وجهة نظر أخر لكنها لكنها وجهة نظر موفقة جدا يعني على مستوى الشخص كمتلقي بعيدا عن دوري هناك يعني إداري لهذه الحلقة أو مقدم أستاذ حسن جئت على ذكر المسابقات وكيف عادت بالنفع وأنها سلطت الضوء على كثير من التجارب التي تستحق وكذلك أيضا الفعاليات الثقافية لها دور وأنت شاركت بالكثير من الفعاليات سواء داخل المملكة أو في الدول المجاورة أو مختلف دول العالم العربي وربما كان لك مشاركات خارجية أيضا حدثنا عن الفعاليات الثقافية من وجهة نظرك وأثرها في إثراء المشهد الثقافي بشكل عام والشعر والشعراء بشكل خاص الحقيقة الفعاليات الثقافية بصفة عامة سواء كانت فعاليات أو مسابقات هي لا شك حياة لروح الشعر والأدب في أي مكان تكون فيه المكان الذي تجد فيه الفعاليات وتجد فيها الحراك وتجد فيها المسابقات هذا هو المكان الذي ينبض بالأدب وبالشعر وبالثقافة وبالفكر بحمد الله على مستوى الوطن العربي أرى ما شاء الله هناك الكثير من هذه الفعاليات وهذه المسابقات التي أقول أنها أدت رسالتها وقامت بدورها ولا ننسى أيضا أن هذه الفعاليات أبرزت كما قلت شعراء شعرات لم نكن لنراهم كذلك هي فرصة لتلاقي الشعراء أيضا أستاذ حسن يعني هناك شعراء ربما لا يمكن أن يلتقوا إلى من خلال مثل هذه الفعاليات والدعوات نعم ثم المردود الآخر على البيئة لا تنسى أن عندما أقيم أنا مهرجان شعر كمهرجان شعر التي نقيمها في نادي الباحة المتلقي هنا والمستمع والمتابع دعني أقول الذين لا يكتبون الشعر نتكلم عن البيئة سيكون هنا ارتقاء بمستوى الذائقة وأيضا الاطلاع على تجارب شعرية لم يكن ليتسنى الاطلاع عليها بالنسبة لمن هو مقيب مثلا في العراق والشعر في السعودية أو في الباحة والشعر في العراق أو في المغرب أنا من خلال عملي في النادي الأدبي حقيقة وجدت أثر هذا على البيئة والمجتمع وأيضا التفات الناس واهتمام الناس أيضا بهذه المرتقيات وهذه المهرجانات وهذه العاليات عدى أن البعيد الذي لم يكن له أي اهتمام بدأ يتساءل لماذا وأين وكيف وأين أنتم ومتى سنرى فهذه أشياء مبشرة ودليل دليل على أن العربي مهما شغل أعتقد أن ليس هناك مشاغل الآن أو يعني لم يمر في السابق ما يشغل الإنسان العربي عن ما حوله مثل ما شغلتنا وسال التواصل لكن مع ذلك والله يا سيدي أنا أرى الشعر والأدب العربي حاضرا بقوة وفي نفوس الشباب الذين ما زالوا نتخيل نحن يا سلام أنه أبعد ما يكون عنه يا سلام ما أجملها من إجابة فيها الكثير يعني من المضامين العالية وما ينبغي أن نتوقف عنده صراحة كونه يؤسس لعلاقة جيدة وفاعلة ما بين الشاعر من جهة ومجتمعه على امتداد الخريطة العربية أحسنت كثيرا أستاذ حسن قبل ما نكمل النقاش النقاش طويل والأسئلة تطول وتكثر نريد أن تلقي علينا قصيدة جديدة مما تحب أن نستمع إليه منك تفضل أستاذ حسن نحن معك يا ليتني ما ميت قبل اليوم يا ساتر يا رب يا ستار وكتبت ماء قبل ميلاد السحابة في سماوات القريحة وكتبت ماء قبل ميلاد السحابة في سماوات القريحة جاءني شجر غبي لا خلاق له وثبتني بأسئلتي على قلق السكينة علقت روحي في مشاجب ليلتي وشربت آخر آهتي ورميتني في ظل مرآتي كجفني حمامة ثكلا يؤثث قبرها وتركت جلدي معبرا للحلم للنمل الخرافي المعاول هزني قذار حاجبتي وأخبرني بأن القوم يعتمرون بي فخرجت أركض دون وعي آسر الزفرات من نقص المدينة وحدي وحدي وفرسان الخميس تحلقوا حولي بأسياف الغباء قبضت من أثر القصيدة قبضة وذروته في الفجر فوق رؤوسهم فتفرقوا زحفا على جمر الضغينة أهديت أمنيتي لجور منيتي أهديت أمنيتي لجور منيتي يا ليتني ما ميت قبل اليوم حتى لا أرى ما قد رأيت بالله كيف أعيش يا قوس الخطيئة مرة أخرى وكيف يكون شكلي هل سيبقى اسمي هو اسمي يا سلام هل سيعرفنا الرفاق بدون وجهي هل ستحضر زوجتي قلمي وأوراقي اللي أكتب في ظلام القبر والمنفى ويوم رحيلها عني معلقة حزينة يا سلام صلوا على نزقي الله عليك وواروا ما رواه الحبر من ألقي ودسوا في جفون المنتهى أرقي وصبوا في عروقي صوت نوح وثورة الطوفان في عصبي وفي جنبي عزف الريح صاخبة بأشرعة السفينة الله 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 كم خلف الضلوع من الشموع من الدموع ومن 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 الجراحات الجراحات الدفينة الله كم خلف الضلوع من الشموع من الدموع ومن 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 الانسان يحمل هم نفسه وهم إثبات بصمة له في الحياة قبل أن يمضي إلى عالم آخر هذه التساؤلات العالية والزوجة التي ينتظر منها الشعر أن تحضر له أوراقه وقلمه هي أمنية تبقى عالقة في ذهنك نسأل الله أن يطيل عمرك وأن يمنحك دائما ثواب المؤثرين دنيا وآخرة أستاذ حسن ما شاء الله عليك لابد تفضل تفضل كل ما تحب على فكرة كتبت أو جمعت القصائد التي أهديتها لزوجتي يا سلام في ذكرى زواجنا نعم على مدار 35 عام طبعا نحن جمعنا 30 عام 30 قصيدة في ديوان باسم ذكرى 23 في هذا الديوان وهو ديوان لم يسبق ولم يتطرق إليه يعني من قبل الشعراء كل ذكرى 23 11 وهي ذكرى 23 11 التي ازوجنا فيها جميل جميل رب يتم عليكم جمعت هذه القصائد في ديوان وهو الآن الحمد لله خرج هذا العام لكن قبل هذا يا أستاذي لا تنسى أنني كتبت لأمي رحمة الله عليها ريشة من جناح الذل رب يحفظك إن شاء الله ويوقي لك أحبابك جمعت فيها الكصائد التي كتبتها في ريثائها عندما غادرت رحمة الله عليها رب يحفظك أستاذ حسن وأكيد متواصلون معك لكن سنخرج إلى استراحة قصيرة مشاهدين الكرام فصل قصير بعده نواصل ابقوا معنا تواصلون معكم أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا الشاعر السعودي الجميل الأستاذ حسن الزهراني مرحبا بك مجددا ودعني أتوجه إليك بهذا السؤال مباشر يعني على مستوى المملكة العربية السعودية منطلقا من تجربتك الذاتية ومشاركاتك المتعددة يعني نلمس حقيقة اهتماما واضحا بالثقافة والأنشطة الشعرية خصوصا لسيما وأننا في عام الشعر الذي أعلن عنه في السعودية وقفة لابد منها مع مثل هذه الجهود التي تستحق الإشادة بها أستاذ حسن تفضل سيدي حقيقة أعتقد أن هذه اللفتة السامية والكريمة والكبيرة من قيادتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية وهذا النبل الذي أسميه نبل يا سلام أن تهتم القيادة بتخصيص عام للشعر أكيد حقيقة لم يكن في الحزبان يعني نحن نعلم والله بحق قيادتنا ربما يرى كل عربي ما تهتم ما يعني ما تبذله من جهود في شدة البجالات لكن في خضم هذا الهم المحلي والعربي والإسلامي وربما ترى الجهود الآن مع إيران فيه أقول في خضم هذا الهم الأكبر للوطن وللوطن العربي وللعالم الإسلامي نجد هذا الاهتمام وتخصيص عام للشعر أنا أعتقد أنها يعني منتهل الجمال وأيضا لم يكن للشعر السعودي لاحظ معي كانت كان العنوان عام الشعر العربي وبالتالي فتحت النافذة لجميع الشعراء العرب ليشاركوا معنا في عامنا الذي هو عام الشهر وعام العرب نرجو لكم النجاح الكبير أستاذ حسن وأكيد أنتم قادرون على ذلك طيب ماذا عن أهمية الفعاليات الثقافية وما زال الحديث هنا عن أثر الفعاليات أستاذ حسن حدثنا عن الدور التنموي في مسيرة الأدب تسمعني نعم أسمعك أسمحني فقط أسمعك مقطوعة عن عام الشعر لا بأس خذنا إلى عام الشعر ومن ثم نذهب إلى الأسئلة تفضل للشعر في كل نبض من دمي عام في كل نبض نعم ليس عاما راحت يا سلام للشعر في كل نبض من دمي عام لم تطوي نجواه ساعات وأيام يمتد من غرة الإلهام مبتكراً معنى الحياة ولم تدركها أفهام الله تجري ثواني القوافي في فصول فمي وللمجازات في جنبي أنغام تأتي الكنايات من أزهى أهلتها يزفها في رؤى الأبيات إلهام أتى تتم بدوراً في نهى خلدي وضوءها لبديع البوح أعلام في كل يوم وشمس الشعر تشرق به وهمس نبضي لروح الورد أنسام كم عمره الآن؟ كم عمري؟ لقد عيزت عن حصر أعمارنا البيضاء أرقامه أنا وشعري خلقنا لا تحيط بنا كسائر الخلق أيام وأعوام أنا وشعري خلقنا لا تحيط بنا كسائر الخلق أيام وأعوام ما شاء الله عليك أستاذ حسن لا فضفوك ولا عشا شانئوك دمت شاعراً مجيداً عالياً سامياً متفرداً الحديث عن الفعاليات الثقافية وحتى ننتقل إلى محور آخر أستاذ حسن أهمية الفعاليات الثقافية والدور التنموي في مسيرة الأدب الذي يجب أن تصنعه مثل هذه الفعاليات سواء عام الشعر أو غيرها من الفعاليات الثقافية على امتداد الوطن العربي ككل حدثنا عن الغاية التي يجب أن تكون حاضرة دائماً كثمرة لمثل هذه الفعاليات على التعددها واختلافها كما قلنا هي ثلاث غايات من وجهة نظرية تفضل الأولى أن نحافظ على هذا الكنز الأصيل الكبير الذي ورهناه الغاية الثانية أن نحرك الوسط دعني أقول أو نحرك الوطن العربي بصفة عامة لأني أعتبر أن كل عربي شاهد على كل الأحوال ومثقف وعديد أحسن الغاية الثالثة النشي هنا صحيح رسالة كبيرة جداً هذه الفعاليات وهذه النشاطات وهذا الحراك يجب أن يكون لهؤلاء من الشباب نصيب أكبر لماذا؟ لأننا إن أردنا أن نبني فيجب أن نهتم بهؤلاء لأنهم سيحملون اللواء من بعدنا وبالتالي تكتمل المسيط كيرة بكل جمالها ونحافظ على الإرثة الذي قلت في البداية أنه هدف من أهداف هذه الفعاليات وهذه النشاطات وهذا الحراك أن نحافظ عليه ثم كما قلت مرة أخرى وعيد أن نثري وأيضاً نجعل من وسط العربي بصفة عامة كما قلت ليس الوسط الثقافي حراكاً لأن الشعراء بطبعهم أو العرب بطبعهم كما يقال شعراء على كل الأحوال نعم على سجياتهم الرسالة الأسمى والأكبر والأنبل والأجمل هي رسالتنا لجيلنا الجديد الذي حقيقة أنا كنا قبل رمضان في تجربة للإلقاء طبعاً من رسائل النادى الأدب في الباحة أن يتبنى هذا الجيل فأخبارهم ما زالوا في الطفولة المبكرة في المرحلة الطفولة المبكرة في الدراسة أبدعوا وحفظوا نصوص كبيرة جداً ووجد ما يدهش حقيقة لذلك يجب أن تكون هذه الرسائل الثلاث نصبها عيوننا عندما نقيم أي نشاط القيام من الجميل أنك تنحازن حيازاً إيجابياً للشعر والشعراء أستاذ حسن وهذا مما لا شك فيه فأنت شاعر مجيد ومن الطبيعي أن يكون صاحب العائلة منحازن إلى هذه العائلة عائلة الشعر الممتدة والتي والتي نسعد بها ونتشرف بكامل أبنائها وهم قادرون على الإبداع كما تفضلت لكن في المقابل أيضاً ودعنا نذهب بعيداً في دفة الحديث إلى الواجب الذي يقع على هذا المثقف أو هذا الشاعر حتى يكون صاحب أثر بصيغة أخرى أستاذي ما هو دور الشاعر حتى تصل تجربته إلى عوام الناس تفضل أستاذ حسن أنا ذكرت في البداية ما هي ما هي رسالة الشاعر رسالة الشاعر أن يسعى إلى الرقي بالمجتمع عضو أسلوب شعري راقي أنا أقول هذا باختصار رسالة الشاعر في مجتمعه أو المثقف في مجتمعه أن يرتقي بالمجتمع الذي حوله بأسلوب أدبي وشعري راقي جميل جداً ماذا عن مستقبل الشعر العربي باعتقادك في ظل سرعة تطورات تقنية وتكنولوجية كيف يمكن الاستفادة من هذه الوسائل المتاحة والمريحة من أجل مزيد من الرقي في المشهد الشاري تفضل أستاذي والله لا خوف عليه يا أستاذ والله لا خوف عليه لماذا لأنني كما قلت سابقاً أننا رغم هذا الزخم وهذه تقنيات الحديث الكبير التي تملأ الوقت وتشغل الناس نعم أشغلت الناس وأخذتهم من البعيد إلا أن بحمد الله استثمرنا هذه الوسائل وأنا وأنت الآن من ثمار هذه من ثمار هذا الاستثمار هذه إجابة العملية إذا أردت أن تقنع فعليك أن تدلل بدليل حي أحسنت أستاذ حسن نعم أتذكر في البدء عندما كنا نخطط أنا وأنت لأن يكون لك صحيح لا في عام في 2015 تقريباً أقمنا مهرجان ليس عربي بل عالمي في يوم الشعر العالمي على مستوى العالم شعراء عرب من أمريكا من فرنسا من ماليزيا من أستراليا غير الوطن العربي لم يغب إلا أعتقد دولة واحدة لم تشارك في المهرجان عبر السكاي لذلك استذمر الشعراء استذمرت الجهات الرسمية أو المعنية بالأدب والثقافة هذه الوسائل لخدمة الأدب بصفة عامة وكنت أود أن أعقب على موضوع الانحياز للشعر يا أستاذي تفضل يعني الماحة بسيطة الشعر هو اهتيوان العرب على كل حال شيء لن تأتي الرواية ولا يأتي أي شيء آخر أنت عندما تتحدث عن النقد نعم نقد الشعر فضل مبنيا على الشعر عندما نتحدث عن الأعمال الحديثة سواء المسرع أو السينما أو كل هذه مبنية على نصوص وفي الغالب نصوص تكون شعرية ربما يقول للرواية وللقصة وللقصة الكصيرة جدا دور كبير جدا ونحن طبعا لها نصيبها الأكبر في الوطن العربي وربما تأخذ في بعض الأحيان نصيب الأكبر على الشعر حتى تتجاوز الشعر صحيح لكن سأقول أنا وأنت عن أي رواية أو عن أي قصة عندما نصفها بغاية الجمال أنها رواية شعرية أو قصة شعرية أحسن كما أن العوام من الناس إذا ما أرادوا أن يتحدثوا عن أوجاعهم وآلامهم ويومياتهم فإنهم يستشهدون ببعض الأبيات الشعرية والأمثال المسجوعة لما نجد مثلا من يستشهد بمقطع من قصة ومقطع من رواية وإن كانت هذه فنون أيضا نعتز بها ويعني نثمن جهود أصحابها أستاذ حسن قبل الذهاب إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة لأن الوقت أوشكا يداهمنا يعني دعني أن أتجاوز وأسألك عن أمنيتك الخاصة فيما يتعلق بالشعر ومشوارك الشعري في هذا المجال شف لنا ما استطعت إلى ذلك سبيلا الطموحات والأسرار التي لا تزال خفية بينك وبين الشعر الذي تحب والله يا سيدي لا شيء أخفيه في الشعر فضل وليس بيني وبينها إلا رسالة سامية كبيرة جلية واضحة للجميع كل ما أتمنى أن يستطيع الشعر والشاعرات أن يغسلوا أوجاع هذا الكون وأن يطفئوا هذه الحروب بأبياته يا سلام إن حصل هذا فهذه هي الأمنية الكبرى أتمنى من كل الشعراء والشاعرات أن يلغوا كل الحدود حسن التي بين الدول أو أتمنى لو يستطيع الشعراء والشاعرات أن يلغوا هذه الحدود التي بين الدول ونصبح إنسانا واحدا يا سلام وروحا واحد ما أعظمها من أمنية أن نعيش عمر محبة وإن شاء الله يقوم بإننا ربي يطيل في عمرك أستاذ حسن ما شاء الله عليك الزملاء يقولون لأن الوقت يدهمنا نريد فقرة قصيرة تكون يعني مسكة ختام لهذه الحلقة من بيت القصيد تفضل أستاذ حسن نحن معك سأستعكم مقطوعة صغيرة ببنوان التباس تفضل نحن معك آنست نارين لكن لم أجد قبسة آنست نارين لكن لم أجد قبسة فعدت أدفئ نبذي بالحروف أسى ولم أجد في طوى إلا الطوى وأنا من دون نعلين أطوي دربي أن نحس ما بين طورين يا الله من خوف ومن أمل ركضت وحدي وكان الأمر ملتبس وحين شقت رؤايا الشعر كان دمي بحرين لم ألقى في قعريه ما يبسه وحين وحين شقت رؤايا الشعر كان دمي بحرين لم ألقى في قاعيه ما يبسه ولم يشد أخي أزري وخان فمي صوتي فألقيت ألواح المنى تعسى وقلت السامري يرجع وصب لنا من زينة القوم يا وجه الأسى فرسا ركبته ومضى حتى دنوت به في الفجر من سدرة كبرى وقلت عسى ركبته ومضى حتى دنوت به في الفجر من سدرة كبرى وقلت عسى وعسى نبلغ جميعا ما نتمنى عسى لهذه الأمال العالية السامية أن تتحقق وعسى لهذه التجربة أن يتواصل عطاؤها وازدهارها أستاذ حسن سعدنا بك في هذه الحلقة شار السعودية الجميل أستاذ حسن الزهراني وصلنا إلى الختام في الختام ماذا تحب أن تقول شكرا جزيل لك ولكناة الرافدين العفو منك ولكل الأحباب وللعراق العريق الذي يسكن قلوبنا حتى وينغاب عنه شكرا لك أستاذ حسن أستاذ حسن الزهراني الشار السعودي المتميز حقنا نرتنا في هذه الحلقة شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيدة الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر وحتى ذلك الحين لكم من يطلبوا التمنيات دائما وأبدا ظلوا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة